الأسبوع الماضي بسياء مقدمة باسم الشعب تفاجأ البعض من الموقف المؤيد للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية بحيث كنا واضحين بتحميل المسئوليات ومن لم نقم بمساواة الظالم بالمظلوم يهمني أن أوضح بعض النقاط التي تتعلق بالبرنامج وبالمحطة أولا هذا البرنامج ولد من رحم 17 الذي يصادف هذا المساء الذكرى الرابع لانطلاق الانتفاضة الشعبية وبالتالي نحن صحافة ملتزمة وليست صحافة طق الخبر ملتزمين بقضايا الناس بحقوق الإنسان بحق الشعوب بتقرير مصيرة بمكافحة الفساد والتمسك بالسيادة وعدم المسايرة بموضوع سيادة الدولة تحت أي شعار أو ظرف هذه المؤسسة الإعلامية ليست انتقائية بما يخص حقوق الإنسان فنحن نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني ونقف ضد القتلة والإبادة الجماعية لغزة تماما قما وقفنا إلى جانب المدنيين من الشعب السوري الذين تعرضوا للقتل والتهجير على يد جيش نظام الأسد في سوريا الإنسانية ليست انتقائية بعض الذين يتباكون اليوم على أطفال غزة التزموا الصمت عندما ذبح أطفال في درعة وحلب وأدلب هذا من أجل التذكير بشان ما حدا يزايد على حدا ما حدا يعمل فخصات ضام كرمال هاك ما تتفاجأوا إذا علينا صوتنا ضد آلة القتل الإسرائيلية ونحن بالمناسبة لسنا بحاجة لبراء الذم من أحد أو أعطاء شهيدة حسن السلوك بالوطنية نحن وكما قال الشهيد سمير أصير وكما صاغها من بعده سمير فرنجية نؤمن بأن سيادة لبنان وديمقراطية سوريا وأستقلال فلسطين تشكل وحدة متكاملة من أجل سلام شامل وأستقرار وأزدهار في المنطقة ونحن من حرصنا وتمسكنا بسيادة لبنان لا يمكن إلا أن ندعم دولة مستقلة في فلسطين ونظام ديمقراطي في سوريا أما ما يخص لبنان فمحاولتنا الدائمة إلى تجنيب البلاد حرب يأتي من تمسكنا بسيادة لبنان وخوفنا على مصير قاطم قد ينتظرنا لأنه بكل بساطة يلي بده يشن حرب بيكون محصن داخليا العدو لم يتجرع على ذكر إعلان حرب قبل أن يشكل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل أما نحن فليس لنا القدرة على جامع كل الوزراء في اجتماع لمجلس الوزراء اليوم شوي يطلق